للمزيد ينضم معنا شبكة مراسلنا من نيويورك نبيل أبي صعب وأيضا من واشنطن ريمة أبو حمدية وينضم كذلك من مدريد معنا مراسلنا معاذ حامد ومن روما محمد الغزو ومن باريس محمد الحاجي وأيضا من العاصمة البريطانية لندن مراسلنا صابر أيوب أهلا بكم جميعا البداية من مدريد معك معاذ حامد إذن 864 وفا في إسبانيا في يوم واحد وأرقام قياسية تسجل يوم بعد يوم كيف تبدو أو كيف يبدو المشهد الآن وأيضا كيف يبدو تأهب القطاع الصحي مع هكذا أرقام قياسية نعم في الحقيقة الأرقام القياسية التي تم تسجيلها اليوم هي للوفيات أما لإعداد الإصابات الجديدة فهي نوعا ما مستقرة منذ الخامس والعشرين من مارس الماضي يعني نحن نتحدث عن حوالي سبعة أيام من أسبوع الإصابات بدأت تستقر وزارة الصحة الإسبانية تقول أننا نحن الآن في الذروة ونحن الآن في المنحنة والإصابات تستقر نوعا ما الآن ارتفاع عدد الوفيات مرده إلى أن هناك عدد كبير من الإصابات موجودة في العناية المكثفة منذ أسابيع مضت وليس إصابات حديثة ونحن نتحدث أيضا عن أكثر من ستة آلاف هناك موجودون الآن داخل غرف العناية المكثفة إذن لا يهم إذا ارتفعت أعداد الوفيات في قادم الأيام طالما أن أعداد الإصابات المسجلة يوميا تستمر في انخفاض قليلا أو الاستقرار مؤقتا الحكومة تقول أن الأسبوع القادم هو سيكون أسبوع جوهري في استقرار هذه الإصابات ومن ثم النزول مجددا في إعداد الإصابات لا سيما يجب أن نشاهد آثار فرض نظام الطوارئ الذي يجري حاليا لكن دعني أشير إلى نقطة مهمة جدا أن الاتحاد الأوروبي سوف يبحث في يوم غد إقرار ميزانية تصل إلى 100 مليار دولار لمساعدة إيطاليا وإسبانيا وبعض الدول التي تأثرت بشدة بسبب الفيروس وهذه الأنباء لها وقع إيجابي في إسبانيا ويتم الترحيب بها وينتظرون أيضا المزيد هذه لأول مرة الاتحاد الأوروبي يتحرك بقوة لدعم الدول التي تضررت بشدة بسبب الفيروس هل يمكننا القول أن إسبانيا تخطت أسابيع الظروة أم لا زال مبكرا الحديث عن هذا الأمر كما قالوا نحن الآن في المنحنة نحن الآن في الظروة ولكن هذه الظروة تستكر يعني يعتقدون أنه لن يكون هناك أعداد أكبر من الإصابات في قادم الأيام ستراوح الأعداد كما هي في هذه الأيام وبعد إسبوع من الآن سوف تنخفض إذن نحن الآن في الظروة طيب إذن نتحول إلى روما حيث مراسلنا محمد الغزو إذن محمد إيطاليا تمدد الإجراءات الحجر الصحي إلى 13 من أبريل كيف يبدو المشهد؟ نعم عزيزي المشهد الآن اسمح لي أن أبدأ بذكر الأرقام التي وصلت للتو إيطاليا وصلت إلى 110 آلاف حالة معظم هذه الحالات تركزت أيضا في أربعة مقاطعات وقد ذكرتها في نشرات سابقة وهي مقاطعة لومبردية والفينيتو وبيومينتي وإيميليا رومينيا أيضا نتحدث اليوم حسب الوكالة الوكالة الرسمية وكالة الأنباء الرسمية الإيطالية يزيد عن 800 وفاة في هذا اليوم 5000 إصابة جديدة أيضا هناك 1000 حالة شفاء جديدة إذا نتحدث عن حال الذروة بأرقام عالية لا أعرف كيف يمكن التحدث عن حالة الذروة في إيطاليا مع هذه الأرقام نسبة الإصابات ما زالت ثابتة عند حد معين أيضا نتحدث سيد العزيز عن حالة من عدم التوازن في جنوب إيطاليا نتيجة نقص الخدمات الطبية وغرف العناية المركزة الحديث يجري الآن عن تحويل شحنة المساعدات التي جاءت من تركيا إلى الجنوب مباشرة أيضا عدد حالات الشفاء تعد نسبيا مقارنة بالدول الأخرى حالات محدودة جدا إيطاليا الآن تنوي تجريب دواء الملاريا في مدن الوسط وفي مدن الجنوب مع تمديد حالة الإجراءات وتمديد البقاء على العزل والحضر الصحي كوسيلة للوقاية الوقاية ما زالت الآن هي الحل الوحيد في إيطاليا هي الحل المطروح ولا غيره من بادرة أمل دعنا نقول إلا بوجود لقاح في المدى القريب أو بانحسار هذه الأعداد من الإصابات أن لا تتعدى الألاف أما الحديث عن 5000 إصابات أثار غضب الأطليان على مواقع التواصل الاجتماعي الإيطاليين الجميع يتحدث عن عدم الوصول إلى حالة الذروة أيضا هنا السلطات شددت على البقاء في المنازل هناك أيضا غضب من قرار حكومي صدر قبل أيام بالسماح لأحد الوالدين بمرافقة طفل من أطفالهم في محيط المنزل ما يقارب 200 متر لا تزيد هذه المسافة عن 200 متر لكن بعض المقطعات الشمالية أبدت غضبها الشديد اتجاه هذا القرار من قبل وزارة الداخلية وقالت بأن هذا قد يضعف من حالة الحضر والعزل الصحي المفروض هنا في إيطاليا وقد يمتد حالة أو استمرار تزايد الإصابات هنا في إيطاليا قد تستمر إلى فترة غير معروفة وغير معلومة وهذا قد يؤثر على الاقتصاد أيضا نتحدث هنا في إيطاليا عن انفراجه على ما يبدو هنا يوجد حال من الإيجابية اتجاه الاتحاد الأوروبي بسبب القرار الذي اتخذه بدعم البطالة أو العاطلين عن العمل في إيطاليا وفي إسبانيا وهذا نشر نوع من الأجواء الإيجابية في الأوساط السياسية وفي الأوساط الاجتماعية الإيطالية هذا في روما ماذا عن باريس محمد الحاجي كيف تبدو الأرقام والإحصاءات مع استمرار الإغلاق التام وهناك سقوف زمنية لهذا الإغلاق نعم استرمت في اللحظة التي أتحدث فيها الآن يخضع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فليب ووزير الصحة أوليفي بيرون للمساءلة من قبل لجنة برلمانية مؤلفة من 21 نائب برئاسة رئيس المجلس النيابي الذي يتبع أيضا لنفس الحزب الذي ينتمي إليها الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء وزير الصحة ورئيس الوزراء دفعا عن كل ما قام به خلال فترة مواجهة ومجابهة مد فيروس كورونا في فرنسا إدوار فليب قال بأنه لا يمكن لأي نظام صحي في العالم أن لا يخفق في مواجهة الفيروس لأن هذه المشكلة مشكلة عالمية ونحن قمنا بما استطعنا إليه سبيلا وما زلنا مستمرين في مواجهة الفيروس هناك تحدي كبير في النظام الصحي الفرنسي هناك سرة في الإنعاش عددها قليل مما يحدث نوعا من الكثافة لدى المرضى الخطرين وهذا ما يحرج الحكومة وزير الصحة قال بأنه من الصعب معرفة متى سنخرج من حالة الحجر المنزلي الإجباري قد تمتد إلى آخر شهر يناير عفوا أبريل القادم والجاري الآن ومن الصعب أيضا معرفة كيف يمكن أن نتحرر منها هل سنخرج منها عبر دفعات هل سنخرج منها عبر محافظات هذا السؤال تريح أيضا على وزير الصحة الفرنسي لكن بالعموم هناك أيضا نزوح للمرضى من مدن موبوءة إلى مدن أقل وباء خاصة في الغرب الفرنسي نعم إذن كما تلاحظون مشاهدين الكرام في خبر عاجل ورد قبل قليل مفاده أن ترامب يحذر إيران من دفع ثمن باهظ إذا ما حاولت استهداف القوات الأمريكية في العراق ويضيف أيضا بأن إيران وأذرعها في العراق تخطط لهجمات ضد القوات الأمريكية طبعا هذا يأتي متزامنا مع تصريحات قبلها كان هناك تصريحات لترامب يطلب فيه من المواطنين الأمريكيين الاستعداد إلى أسبوعين مؤلمين وينضم معنا من واشنطن مراسلتنا ريمة أبو حمدية ريمة إذن ترامب يطلب من مواطنيه الاستعداد لأسبوعين مؤلمين وفي ذات الوقت الآن نشهد تحذيرات من جانب ترامب لإيران إذا ما أقدمت على ضرب القوات الأمريكية وهو يشير إلى ذلك كيف نعلق على هذا الخبر نعم ويعني لا يبدو ذلك مستبعدا موقف الرئيس الأمريكي من إيران ومن الميليشيات الموالية لإيران وكل ما تقوم به إيران في المنطقة معروف منذ توجه أو منذ دخول ترامب إلى المكتب البيضاوي إلى البيت الأبيض الرئيس الأمريكي كان واضحا منذ البداية في تعامله مع إيران والآن يجدد هذه التحذيرات خاصة وكما يقول هناك معلومات تشير إلى إمكانية أو كما قال الرئيس الأمريكي بكل الأحوال هذه التصريحات للرئيس الأمريكي لا تبدو مفاجئة بل تبدو في إطار ما يقوم به الرئيس الأمريكي من تحذيرات لإيران طوال هذه الفترة وإن كان تحدث عن مساعدة إيران ودول أخرى مثل كوريا الشمالية في مواجهة جائحة كورونا طبعا تصريحات ترامب بشأن إيران لا تبعد المخاوف من انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي كان حذر من أسبوعين مؤلمين سيواجهها الأمريكيون أيضا الأنباء أو الأرقام التي يتوقعها الرئيس الأمريكي تصل إلى 240 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة جراء هذه الجائحة هناك محاولات للحد من انتشار الفيروس أو على الأقل التحذيرات الطبية على قدم وساق لمواجهة أي ارتفاع في الإصابات وازدحام في المستشفيات نحن نقف الآن أمام أحد الفنادق التي سيتم تحويلها إلى مستشفى في حال كان هناك عدد إصابات كبيرة في الولايات المتحدة تتزايد بشكل كبير لا يمكن للمستشفيات الحالية استيعابه بعد مركز جابتس في نيويورك هناك سيتم تحويل أيضا مراكز ومعارض تجارية في هذه الولاية في فرجينيا أيضا بعد الفنادق مثل هذا الفندق كما أشرت قبل قليل إذن هناك تحذيرات متواصلة من قبل الإدارة الأمريكية لمواجهة هذا الارتفاع الكبير في عدد الإصابات ولكن مع كل ذلك الانتقادات متواصلة خاصة مع ارتفاع أعداد الضحايا أعداد الوفيات بشكل كبير كيف يتفعل هذا الأمر ريمة؟ مستوى التأهب الصحي هل هو مقنع بالنسبة للأمريكيين؟ كيف يتم نقاش هذا الأمر في الرأي العام الأمريكي أيضا؟ أولا هناك انقسام كبير في الشارع الأمريكي لجهة تعامل الإدارة الأمريكية مع جائحة كورونا ولكن في الأغلب هناك انتقادات واسعة خاصة وأن التجهيزات الطبية غير كافية الرئيس الأمريكي في البداية تحدث عن أنه لا يوجد حاجة لدى الولايات المتحدة لإحضار المزيد من أجهزة التنفس الاصطناعية ولكن تغير هذا الموقف بعد أيام قليلة فقط وهناك حديث عن نقص في أجهزة التنفس بعشرات الألاف في كل ولاية على مستوى الولايات المتحدة ربما نتحدث عن مئات الألاف من النقص فقط في أجهزة التنفس طبعا هناك أيضا معدات الوقاية كلها غير كافية في شدة أنحاء الولايات المتحدة لذلك عندما يتحدث الرئيس الأمريكي ورأينا هذه الانتقادات تتسع دائرتها أكثر فأكثر عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن أن الأمور تحق السيطرة يرد عليه كثيرون بأن الإجراءات لم تأتي فقط متأخرة وإنما أيضا جاءت منقوصة بمعنى أنه حتى هذه اللحظة لا يمكن للمستشفيات ومراكز الطبية الحالية مواجهة واستيعاب هذا العدد الكبير في أعداد الإصابات وأعداد الوفيات وربما تواجه الولايات المتحدة مصير كالمصير الذي تواجهه بعض الدول الأوروبية في عدم القدرة على استيعاب هذه الأعداد المتزايدة من الوفيات ومن الإصابات أيضا طيب ننتقل الآن إلى نيويورك حيث مرسلنا نبيل أبي صعب نبيل إذن مستشفيات ميدانية عائمة في نيويورك بعد وصول أعداد ضحايا كورونا إلى أربعة آلاف يعني ماذا عن هذه المستشفيات هل بدأ العمل بها عن مستوى التأهب الصحي هناك أيضا آخر الإحصاءات والأرقام دعم أقف هنا أمام واحد من المستشفيات الميدانية التي أقيمت مساء أمس في حديقة السنترل بارك هذا المستشفى هو مبادرة من منظمة غير حكومية وهو سيخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا نلاحظ في نيويورك أن هناك استنهاضا وتضافرا كبيرا على أكثر من مستوى القطاعان الخاص والعام يعملان يدا بيد وتحت مظلة إدارية واحدة وهذا شكل تعويضا كبيرا عن التأخر في الإجراءات التي اتخذت على المستوى المركزي والفيدرالي في الولايات المتحدة إذ أن أعداد الإصابات في نيويورك هي الأكبر في الولايات المتحدة وهذا تطلب استجابة غير اعتيادية مقارنة بباقي الولايات هذا الأمر تمكن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو من حشد كل الطاقات نسمع كل يوم عن مبادرات من مختبرات خاصة في ولاية نيويورك ومعامل أيضا خاصة تقوم إما بإجراء اختبارات على لقاحات جديدة أو تصنيع معداد تنفس اصطناعية مثلا هذا المستشفى الميداني خلفي سوف يتضمن مئة جهاز تنفس اصطناعي وهذا يعد شريان حيوي أساسي لمد النظام الصحي في ولاية نيويورك بما يتطلبه لمواجهة المعركة الكبرى المعركة الكبرى ستتوقع أن تكون منتصف هذا الشهر نيسان أبريل أو مع نهاية هذا الشهر وبالتالي رغم حجم الإصابات الكبير أكثر من 1300 وفاة حتى الآن سجلت في نيويورك ولكن لم نصل بعد إلى مستوى الذروة وهذا الأمر جاري لاستعداد له على قدم وساق نعم إذن نتحول إلى العاصمة البريطانية لندن حيث مراسل هنا هناك صابر أيوب صابر لأول مرة بريطانيا تتخطى عتبة ال500 وفاة في يوم واحد هل يقابل هذا حال التعافي ربما بمعدلات مرتفعة لحد الآن سرمد التركيز على أكثر على أكثر عدد الوفايات عدد الأرقام أرقام تسابق نفسها كل يوم يلغي الأرقام القياسية التي سبقت وبالتالي فإن بريطانيا تتجه نحو ربما السيناريو الإيطالي وأيضا الإسباني إن كان أقل بأقل ضرر لذلك التركيز على هذه الحالات الحالات الإصابات ارتفاع الإصابات وأيضا ارتفاع عدد الوفايات وذلك خاصة في ظل العجزة العجزة التي تعاني منه بريطانيا فيما يخص القدرات الفحصية لبريطانيا ما زالت ضئيلة جدا مما يدل على أن الفيروس منتشر وسط أعداد هائلة من الناس في بريطانيا يسكن صدورهم دون أن يدرون بذلك ينشرونه دون دراية منهم وهذه هي المخاوف التي تجعل بريطانيا في التجهيز أو تجهيز نفسها لتسونامي إصابات لكارثة حقيقية قد تقربها من السيناريو الإيطالي أو السيناريو الإسباني رغم أن بريطانيا كانت سباقة سبقت الجميع في ربما إجراءات لم تتخذها دول أخرى وهي تحصين وليس عزل في الحقيقة بدأت في تحصين أكثر من مليون ونصف المليون شخص من كبار السن وضعفي المناعة منذ أسبوعين أو قبل أسبوعين قبل أن تلجأ إلى سياسة العزل أو إجراءات العزل التام لجميع البريطانيين هؤلاء محصنون في بيوتهم وإن لم يصل إليهم الفيروس تصلهم الأكل وإن لم يصلهم الطعام وإن لم يصلهم عن طريق الحكومة وإن لم يصلهم الفيروس فهذا سيكون مؤشر جيد سيكون مريح بالنسبة للمستشفيات البريطانية إن لم تستقبلهم وهم كبار سن وضعاف مناعة فهذا سيخفف على المستشفيات البريطانية لذلك هذا المستشفى الذي خلفنا هنا في لندن بأربعة ألاف سرير سيفتح قريبا فقط سيخصص للحالات الأقل ضررا من هذا الفيروس كذلك ستشيد أربع مشافي أخرى مماثلة في كارديف عاصمة ويلز وآخر في بيرمينغام وفي مانشستر ورابع في جلاسجو كبرى المدن الإسكتلندية شكرا من أجل إنشاء عشرة ألاف سرير لاستقبال هؤلاء المرضى أشكرك من رسلنا في لندن صابر أيوب كما أشكر من نيويورك مرسلنا نبيل أبي صعب ومن واشنطن ريمة أبو حمدية ومن مدريد معاذ حامد وأيضا من روما محمد الغزو ومن باريس مرسلنا محمد الحاجي شكرا لكم جميعا شكرا لكم جميعا